الصلاة جامعة هيا إلى الصلاة الصلاة من أحب العبادات التي يفعلها العبد كان عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال الصلاة كلها راحة كلها اطمئنان كلها سكينة كلها قرب من ربنا واسجد واقترب كلما تسجد تحت تطلع فوق وليه اسمها صلاة لأنها صلاة بينك وبين ربنا طب أنت بتتعيص صلاة ليه تتعيص صلاة ودي أحب العبادات إلا ربنا سبحانه وتعالى تخيل كده شوف في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح قال قلت يا رسول الله أي العمل أي العملي أحبه إلى الله قال الصلاة على وقتها إنك تسمع الأذن تجري على طول على الجامع مش طبها خلص ليه في داية طب بس خلص بس مش عارف ايه طبها شوف بس ايه طبها لا الصلاة على وقتها أحب العبادات لربنا الصلاة على وقتها إبراهيم بن يمون المروزي ده كان راجل من السلف يا إخوانا الراجل ده كان يعمل صواقا للذهب والفضة يعني راجل جواهرجي يعني راجل الديئة بتاعته بفلوس الراجل ده اخوانا كان إذا رفع مطرقته فسمع الله أكبر الله أكبر سمع الأذن لم يردها مش يضرب الضربة دي وقع كاسبها لا لم يردها يلقيها خلفه ظهريا وينطالق إلى المسجد ليه أصلا سمعت الأذن الأذن ده يعني إيه؟ اسمه نداء نداء يعني إيه؟ يعني يلا تعالى عشان عندك موعد دلوقتي مع رب العالمين سبحانه وتعالى نداء ينادي عليك بشير بن الحسن الصفي لقب بالصفي لأنه كان يلزم الصف الأول على مدار ستين سنة تخيل أخوانا يبقى الصلاة من أجل العبادات لازم يخوانا أن نحن الصلة دي اللي هي الصلة ونطعاش أبدا نسأل الله عز وجل أن يقربنا إليه وأن لا يقطع صلتنا به سبحانه وتعالى الصلاة جامعة